بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن موضوع رشاقة وحلم الرشاقة اللي هو حقيقي حلمنا كلنا وإن إزاي أخص من اللي سمنا اللي هي بقت مرض العصر وبقت مفتاح لكل الأمراض إزاي الضغط والسكر والقلب والكولورترول وأمراض تانية كتير ربنا عافيكم طيب إزاي أخصت بصحة ومن غير هزلان من غير هالات سودة تحت العين من غير سقوط في الشعر كل ده هنعرفه من دكتور محمد سيد أخصائي التغذية العلاجية أهلا بحيك يا دكتور أهلا بحيك يا دكتور منورني ربنا يتلى عاجح مني إزاي أخيس جسمي ينزل وعمل ضايت كده ومحترم من غير ما يحصل هزلان في البشرة وسقوط في الشعر وحالواحد بإسمع حاجات كتير وتحت العين السواد وحاجات زي كده بسم الله الرحمن الرحيم في الأولى أنا بشكر حضرتك على مجهودك الدائم صراحة أن نحن نفيد متابعيننا ومشاهديننا شكرا لحضرتك وإن شاء الله بإذن الله أن نحن نحاول في الحلقة دي أن نحن نقدر نبسط الموضوع إن شاء الله لأنه في الفترة الأخيرة موضوع التغذية ده بقى ليه حيز كبير جدا ووجدنا أنه هو مرتبط بكل الأمراض وبكل التخصصات التانية في الطب في الفترة الأخيرة وأصبح دلوقتي إحنا بنقول دايما المقولة المشهورة جدا الوقاية خيروا من العلاج وأنا لما بعض فترة طويلة بالنسبة لسؤال حضرتك على أنه أن زي أبتدي أن أنا أخد بالي من عاداتي الصحية الأكل والشرب وممارسة الرياضة ده في المجمل أنه لازم أن يكون عندي توازن يعني أنا في الأول لازم الأول أول خطوة بالنسبة لي أن أنا لازم أتوجه لطبيب مختص دي أول نقطة وأول نصيحة أول خطوة مش مع نفسي بالزبط دي أول خطوة دي أهم حاجة يعني هي دي اللي بتكسر الدائرة المغلقة بتاعة التجارب الكتير اللي كتير جدا من المشاهدين ومتابعين بيجي واشتكوننا منها الطبيب المختص لأن موضوع التغذية ده بيبقى عبارة عن خطة طويلة المدى شوي برضو الناس دي نقطة تانية صغيرة إنه هو الناس بتبقى دايما عشمانة إنه هو أول ما يبتدي يتقرر إنه يغير مصار حياته يصبح تاني يوم الصبح يلقى الأمور بالزبط المختلفة لكن للأسف الشديد الموضوع ما بيمشيش كده الجسم بيبقى متعود فترة طويلة على عادات معينة مش هنقول دلوقت إن هي صحة ولا غلط بس أي مكان بيبقى متعود على عادات معينة لازم بالتدريج إنه أنا بسحبها منه أو بغيرها النقطة التانية إنه لا داعي أبدا من أنا أفرح من الإعلانات اللي بتبقى موجودة كتير أو على النت إنه أنا مثلا باستخدام النظام الفلاني أو باستخدام الدول الفلاني جدًا للفترة الأخيرة برضو الحاجات دي من الحاجات اللي هي للأسف الشديد بتصبنا أكتر بالاكتئاب لأن كتير ما بتنفعش معنا وبالتالي أنا بقول إنه خلاص التجربة دي أنا جربتها وما نفعتش معين يعني ده كان سؤال حالك تدخلت في الموضوع الأدوية فعلاً حقيقة الأدوية دي لها أضرار وما بتساعدش على التخصيص أو لو حتى بتساعد بتجيب جزء كده في اكتئاب بالزبط ولو حضرتك حابة إنه نخليها نقطة منفصلة ما فيش مشكلة خالص لا ما فيش آخر لتكمل لنا لا ما فيش مشكلة مقطة مهمة وزي ما حاجة بتقول هي بقى الترند الفترة اللي فاتت دي كلها في القنوات وعلى السوشيال ميديا كلها فدي برضو حابين نفيد الناس نارد تمام وموضوع الأدوية إحنا للأسف الشديد إحنا ملزمين ببروتوكول معين من منظمة الصحة العالمية فما ينفعش أي نوع من أنواع الأدوية إن أنا أجربه مبدئياً كده مبدئياً لازم يكون بروشيتة وبيكون بنصيحة من الطبيب المختص بتاعي بناء على الخطة اللي هو عاملها لأن أنا كنت لسه بقول لحضرتك إنه هو موضوع التغذير العلاجات دي بتبقى خطة طويلة المدى منها الشقة بتاع الأدوية في نفس الوقت برضو إنه ما ينفعش إن أنا أخطر أو أجيب دواء حتى ولو كدبه طبيب بس كان مع شخص تاني يبقى إذن دي برضو نقطة تانية مهمة لازم إن إحنا ننوع على الناس بالزبط والأدوية اللي مصرحة بيها من نظمة الصحة العالمية للأسف الشديد هما لا يمثلوا 10% من اللي موجودين في السوق حالياً فإذن اللي موجود في السوق كتير جداً هو غير معلوم المصدر لذلك أول نصيحة الواحد يقدمها إنه هو لازم يكون سواء كان النظام الغذائي بتاعي أو سواء كانت الأدوية تكون من خلال الطبيب المختص أو مش مع نفسي كده ووحدة صاحبتي خاليته أو عن نت أو الكلام ده بالزبط نهائي ننفعش وبالذات أكتر حاجة اللي هو من خلال النات هي بتبقى الفكرة كلها إنه هي إحنا عندنا الأدوية اللي موجودة في السوق كلها في كل التخصصات الطبية ما بتبقاش أبداً مكانها للتسويق هو النات هي بيبقى دايماً من خلال شركات الأدوية بتبقى من خلال الأصباء بالزبط وبتبقى بشكل منظم يعني حاجة عليها رقوبة بالزبط لكن أنا لما أجي يبقى كل التسويق بتاعي من خلال النات وغير معلومة المصدر ده أكبر خطأ أنا برتكب الأدوية دي طبعاً كتير جداً منها بيشتغل على المخ بتعتمد إن هي بتشتغل على المخ فبالتالي طبعاً بتصيب بالاكتئاب وفي حالات انتحار واكتئاب شديد جداً تسجلت في الفترات الأخيرة من استخدام الأدوية دي بالزبط لأن هي بتشتغل على المخ إحنا فيه أدوية كتير جداً اللي هي بتبقى تبع البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية دي بتبقى أهم حاجة فيها السيفتي إن هو يبقى آمن جداً في الاستخدام ولو إن هو له أضرار بتبقى الأضرار برضو مدروسة وبتبقى من خلال الطبيب المختص عشان خاطر بيه أضر يعني هو فعلاً فيه حاجات بس مش أي حاجة لازم تحت إشراف طبيب لأن فيه ناس بتبقى نفسها تعمل ضايته وعايزة فعلاً يعني عندها العزيمة نعتم بس ما عندهش إرادة في موضوع الأكل ده فبتبقى عايزة حاجة تساعد بالزبط ما هو إحنا الأدوية دي كمان الشقة التانية اللي الواحد يحب ينوع عليه إن أنا ما يبقاش تركيزي على إن هو أنا أجيب دو عشان خاطر يجيب من الآخر بالزبط لأن إحنا عندنا النظام الغذائي دو يمثل 80% من المشوار بتاعنا هو الأساس بالزبط و20% ممكن نقول متقسمة ما بين كذا حاجة كمان تاني منهم الموضوع الأدوية غير إن هي برضو إما بتشتغل على المخ طبعاً بتأثر على مراكز كتيرة في المخ زي مثلاً موضوع ضربات القلب بتصيب طبعاً بتزود ضربات القلب بشكل بيبقى ملاحظ بشكل بيبقى مزعج جداً للي بياخد العلاج دو في نفس الوقت برضو بتصيب بالجفاف الشديد جداً إن هي بتعتمد برضو في بعض الأدوية بتعتمد إن هي تنزل كميات مية كتيرة من الجسم فهو وده بيبقى طبعاً عندي في الميزان إن هو ما بتقلي نسبة المية بيبقى عندي في الميزان إن هو إن هو اشتغل على المية في الجسم بالزبط وإحنا عندنا برضو موضوع المية ده موضوع مهم جداً إحنا بننصح بكل الناس سواء كان اللي عايز يقلل وزنه أو يزود وزنه لأن جسم الإنسان على الأقل منه من 50% لـ 60% مية دي حاجة هي دي برضو من النقط اللي حكي قلتيها من شوية إن إحنا إزاي نحافظ على نظارة الجسم وإن إحنا نحافظ على إن أنا أنزل في الوزن بس ما ضرش بحاجة تاني الواحد بيشوف ناس ممكن تنزل يعني تلاقي جات مليانة وجسمها خاصة خالص بس وشها عجز يعني بقت واحدة تانية خالص بالزبط ودي نقطة برضو ممكن هنتكلم عنها لو حضرتك تطرقت للجزء بتاع النزول السريع آه النزول السريع برضو سؤال يعني إن شاء الله بإذن الله طيب أنا دلوقتي حد مثلاً قرر إنه هو يخص هو حقيقي يعني إحنا خلينا نقول إن هو شاغل بالنس كتير تمام للشباب والبنات والأطفال كله تمام ليه بقى؟ لأنه في مغريات برى الأكل بقى تمام والفستفود والحاجات دي كلها تمام يعني بيبقى الناس بتقاوم تمام طيب إزاي يخصوا بقى بطريقة صحيحة سليمة تمام إحنا عندنا طبعاً في السوق دلوقتي بقى فيه أنظمة كتير جداً والأهم بالنسبة لنا كدكاترة إنها عملت عليها دراسات علمية قوية جداً الفترة الأخيرة وهو دول اللي خلى الموضوع دلوقتي بقى حاد وشارب جداً أنا أقول الموضوع غير خاضع للتجربة أبداً لا من ناحيتي كطبيب ولا من ناحية المتابعين تمام النظام الصحي مفروض اللي أنا ببتدي به وده اللي هيبقى مناسب لكل الأعمار ولكل المتابعين اللي هم لقدر الله برضو في بعض الأمراض بيشتكي منها إنه هو يبقى النظام الغذائي بتاعي رقم واحد يبقى فيه توازن التوازن ده يعني معناته إنه هو يحتوي على كل العناصر الغذائية المطلوبة للجسم ما فيش أي حاجة من الحاجات المأكلات اللي احنا بناكلها أيًا ما كان برضو نوع الأكل ده وإيه مبدئياً غير وهو بيحتوي على يئمة الكربوهيدريت يئمة البروتين يئمة الدهون دولة تلت عناصر أساسيين وكبار حضرتك كده بتتكلم في نظام هارم غذائي هارم بالزبط لأن فيه بقى أنظمة برضو طالعة كتير دهون بس بروتين بس يعني عايزين نعرف برضو أفضل نظام لأن كنا برضو عايزين نسأل حضرتك فيه أنظمة كتير جداً أحسنها إيه وأفضل حاجة إيه كان حاجة بتتكلم في المتوازن اللي هو التوازن رقم واحد بحيث إنه إيه لأنه دو الشائع والعام قدامي يعني أنا مثلاً سي لو ابتديت بأي نظام تاني فهو بيبقى فيه نوع من أنواع الحرمان نوع من أنواع الحرمان أياً ما كان للأسف الشديد أنا لو كملت علي شهر أو اتنين مش هقدر أن أنا أكمل عليه أكتر من كده غير إن أنا برضو بضطر في الأنظمة التانية إن أنا بحرم الجسم من عنصر أو عنصرين من العناصر الغذائية المهمة للجسم فبتلي برضو ما بيقدرش يقوم القصة دي الجسم ده بيحصل زي رفليكس طبيعي غير كده بقى إن إحنا قلنا التوازن بتاعنا في إن العناصر الغذائية كلها تبقى موجودة على مدار اليوم ده رقم واحد ده رقم اتنين إن هي تبقى متوزعة كوجبات أنا مفروض الطبيعي عندي إن أنا عندي وجبة فطار ووجبة غدا ووجبة عشا وممكن يبقى فيه عندي سناك من مرة لتنين الحاجة التالتة إن هو يبقى محسوبة السعرات الحرارية وهي دي النقطة بقى الأهمة إن أنا ممكن آكل كل المأكلات بغض النظر عن بعض المنتجات اللي في السوق زي الفاست فود ودي الكل دلوقتي يعلم جيدا مدى خطرتها لكن إحنا بنقول في الأكل اللي هو الصحي أنا عندي تلات وجبات وعندي سناك ممكن من مرة لتنين في اليوم على حسب الأكتيفتي اللي أنا بعملها والسعرات الحرارية المحسوبة وكل اللعبة بتاعتي في السعرات الحرارية وببتدي أتدرج فيها بالتدريب فأنا لو مثلاً سيء إحنا بنقول إن متوسط سعرات حرارية في اليوم لأي شخص بالغ تقريباً بتبقى حوالي 1500 سعر حراري أنا ببتدي أقل عن 1500 دولار بالتدريب وهنبتدي وبرضو في النقطة بتاعة النزول السريعة هننوه على إن ليه لازم الموضوع يبقى بالتدريب عشان خاطر أقدر أعود المخ على حاجة معينة أما تيجي وقت السؤال نبقى ننوه عنها إن شاء الله طيب حراريك دلوقتي بتكلمني في خمس وجبات تمام كده منهم ثلاثة رأسين تمام واثنين سناك طيب فيه برضو أنظمة بتقول لا اتنين بس مفيش سناك تمام مفيش تلات وجبات خلينا في اتنين ونصوم 16 ساعة تمام هو الصيام المتقطع نظام الصيام المتقطع تمام نظام الصيام المتقطع هو نظام ناجح جداً وممتاز جداً وإحنا بنجربه كتير معناه سيامة بس برضو في الأول لازم أتعدى الخطوة الأولى لاتفقنا عليها آه هي خطوات هي خطوات لازم الخطوة الثانية اللي هي مثلاً سيئة لو أنا هستخدم له مثلاً نظام زي الصيام المتقطع ده بيبقى نصيحتي أنه هو الرقم واحد أنه أنا الفترة بتاعت الصيام دي الجسم بيقاوم المدة اللي أنا صيامها دي ما بيبقاش فيه أي سعرات دخلة نهائي أول كم ساعة من الصيام بيبتدي الجسم يحرق من المخزون اللي موجود عندي وده شيء كويس وده ترجل أنا عايزه لكن في الساعات الأخيرة بيبتدي الحرق تقريباً بيوصل للصفر لأن الجسم بتجيه له مقاومة أنه هو أنا لا أنا مش هحرق أكتر من كده عشان مخلص شيء المخزون اللي موجود عندي فبالتالي لازم أن أنا النصيحة اللي احنا بنقولها أنه في الساعتين الثلاثة الأخرانيين من فترة الصيام لازم يكون فيه ممارسة رياضة عشان خاطر أقدر أعلل حرق شوية مش في أول الصيام لا مش في أخره بالزبط في أخره لأنه في الفترة الأولى أو كده كده هيحرق بيحرق بالزبط لأنه بيبقى لسه مازال أنا بيبقى فيه وجبة أنا واخدها أو حاجة بالزبط فبالتالي بيبتدي يحرق من الوجبة اللي أنا أخدتها دي وبعد كده بيبقى بتنتهي سعرات الحرارية بتاع الوجبة اللي أنا أخدتها وبيبقى الباقي المخزون بتاعي المخزون ده وأنا بقدر أن أنا أكثر منه شوية عن طريق أن أنا أزود الحرق في السعرات الحرارية عن طريق الرياضة دي أبسط حاجة وأفضل حاجة وبرضو معاها الأجمال مدة أي رياضة يا دكتور؟ الرياضة دي لو عايزها في نقطة منفصلة برضو أو نقولها دلوقتي مجيش مشكلة نقول نقطة نقطة كده طب تمام الرياضة إحنا عندنا أنواح كتير جدا من الرياضة الأبحاث من الآخر خالص عشان في بعض الناس أنا أوقات بصدمها شوية أنه مثلا بيقول لي أنا بتمشى ساعتين في اليوم جميل جدا أن المشي تعتبر حاجة من الأنشطة الجميلة جدا اللي مش عايزين نفتقدها بالذات مع التطور دلوقتي موجود العربيات موجود الأسانسرات فإحنا بطلنا نتحرك تمام هي بتزود الدورة الدموية بتاعت الجسم بتحسن الحركة بتاعت الجسم والمفاصل كحركة وكمشي لكن الرياضة بقى لها تصنيف دلوقتي عالمي ودراسات علمية مختلفة تمام مبدأي إحنا عندنا يا إما أن أنا بمارس الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل كل مرة نص ساعة يا إما أن أنا بمارس الرياضة خمس مرات سوري ثلاث مرات خمسة واربعين دقيقة يا إما خمس مرات كل مرة نص ساعة طيب نوع الرياضة اللي همارسها مفروض أنا بقول لهم مثلا إحنا تمشينا ساعة ومتعاودين نمشي ساعة والحمد لله الموضوع ماشي كويس ومش عامل أي إرهاب يبقى إذن المرة اللي وراها أو الأسبوع اللي وراها على حسب ما بوصل لي إن أنا خلاص تعودت على النقطة الأولى إن الساعة دي أنا بمشي كيلو مثلا في ساعة لا أخليهم الكيلو دولة في ساعة اللي ربع يبقى أنا بابتلي أزود الانتنسيتي اللي احنا بنسميها قوة الرياضة بتاعتي مش مهم خالص إن أنا بمارس يعني ممكن بيبقاش على نفس النمط خالص نهائي بالزبط يعني أنا ممكن أمارس رياضة في ربع ساعة وده اللي بننصحه دلوقتي للشباب والبنات اللي هما بيمارسوا رياضات ممكن تكون أقوى شوية زي الجيم مثلا أو حاجة إن أنا بقول لهم لا إنت ممكن ربع ساعة تلت ساعة تكون كفيلة جدا فحرق الدهون ونتديني الفتنس الكامل أحسن من ساعة ماشي فإذن هو التصنيف بتاعها طب يعرف إزاي ربع ساعة ده أقلع في إيه على حسب الانتنسيتي يعني الانتنسيتي دي اللي هي قوة الرياضة نفسها طبعا إحنا دي بيبقى لها برضو برتوكول معين مع الدكتور مع الطبيب المختص أنه يقدر يقول بس أنا مثلا سيء من الحاجات اللي هي شائعة جدا موضوع المشي هو دي أبسط مجهود حركي كتير جدا مننا بيعمله وبيعتبروا أننا يعني بيقول مثلا إيه يجي يقول لي يا دكتور أنا مش بانزل تسفل حاجة يعني بالزبط معلني بتمشى في اليوم على الأقل ساعتين برضو عندنا السعايات والموبايلات البرامج الجديدة اللي فيها اللي بتحسب عدد الخطوات وكلام زي كده وفي ناس بتلعب روضة في البيت برضو مش متاح إن هي تنزل الشارع عندها أطفال أو كده مش متاح ببتلعب في البيت بالزبط اللي بيلعب في البيت أنا برضو بنصحه مثلا أنا عندي إذا كان عندي سير أو إذا كان عندي مثلا عجلة إن أنا بزود الانتنسيتي بتاعتها يعني ماكتفيش مثلا بقولهم على سرعة مثلا أربعة ميل مثلا أو خمسة ميلة على السير لا أنا ممكن أخليها سبعة بس ربع ساعة في نفس الوقت برضو الجسم بتاعنا بيتعود على اللي أنا بعملهله في الأول بيبقى في استجابة بعد كده بيبتدي الاستجابة قل ده طبيعي جدا أغير النمط لازم أغير النمط يأما أغير نوع رياضة اللي أنا بمارسها يأما أغير طريقتها يعني أنا ممكن أعمل بالعجلة أو بالسير مثلا ثلاث أربع أشكال منهم أكتر حاجة مهمة وأثبتت الدرسات العلمية أن هي نتائجها ممتازة جدا اللي هو المتقطع برضو يعني مثلا أنا ببقى دقيقة على أسرع مجهود أنا أقدر أعمله الانتنسيتي دي برضو بقسها بالمجهود اللي أنا أقدر أعمله يعني مثلا واحد أنا ممكن أقوله اجري 100 متر بأقصى سرعة أنت تقدر تعملها واحد تاني 50 متر بيقدر بأقصى سرعة فهي دي الانتنسيتي باخد أنا المتوسط بتاعه يعني هو مثلا يقولي أنا بقدر أجري أسرع حاجة 50 متر أقوله خلاص تمام يبقى إحنا هنكتفي بـ 25 متر ونبدأي نزود بالتدريب ومش على طول 50 مش على طول 50 بالزبط فهي بيبقى لها حسابات معينة بس إحنا قلنا ندي توضيح بسيط كده عنها علشان خطر الناس برضو للأسف الشديد هو زي ما بنقول أما بيجرب حاجة مكتوب على النت أو بيجرب حاجة للأسف الشديد من واحد غير مختص أوقات كتيرة جدا بيضيع وقت وبيضيع مجهود وفيها مضاعفات وفيها أكيد طبعا ودي برضو ممكن هنقولها بعد كده لما أن إحنا مثلا نمشي على النظام غذائي أو ناخد أدوية أو أن إحنا نمارس رياضة بشكل غير مختص أن هي أضرارها بتبقى إيه وفعلا بيبقى لها أضرار بجانب الضرر النفسي الكبير إن هو للأسف أنا عملت كده وبذلت مجهود كبير وحرمت نفسي وما فيش نتيجة بالعكس دي الضرر النفسي هو أكبر حاجة طيب فيه ناس بتخاف برضو من فكرة الأدوية وتلجأ لفكرة الأعشاب اللي هي انتشار تبقى كتير جدا جدا للفترة دي والأعشاب اللي هي بتبقى جالي وشارفة إيه وإيه وحاجات كتير جدا رأي حيك برضو في الأعشاب منها أضرار ولا لا عادي مفيش مشكلة تمام هو الله يبص الأعشاب هي لحد الوقت ما أثبتتش أي أضرار ولا أي حاجة إنها في الأول وفي الآخر هي منتجات طبيعية وإحنا مش عايزين يعني إن إحنا برضو نصدم الناس أو نزعلهم من حاجة لكن هي تأثيرها لا يمثل نصف في المية مثلا من المشوار بتاعي كل فيها عند الأعشاب الطبيعية هي أكتر حاجة أكتر حاجة أثبتت الدراسات دي تعمل عليها الدراسات ولو تخدي بالحضرتك إن أنا بركز على كلمة الدراسات العلمية إن بقيت أنا نفسي غير محكم إن أنا أكتب أي حاجة أو أوصف أي شيء غير لو حاجة علمية الدراسات العلمية قالت البنى آدم لا يصح أبدا إن أنا أجرب عليه حاجة ولا إنه هو له الحق إن يجرب على نفسه أي حاجة أثبتت الدراسات العلمية أنه مفيد جدا في موضوع النظام الغذائي مفيد جدا في الفيتنس واللياقة البدنية بتاعتنا هو الشاي الأخضر الشاي الأخضر بكل منتجاته و بكل الشركات اللي بتعمله هو أصبح دلوقتي علميا مفيد جدا ممكن أن أنا أخذه من مرتين لتلاتة في اليوم بعد الأكل أو قبل الأكل مش هتفرق كتير بس هو يستحسن مثلا لو كان قبل الأكل بحبة بنقول دايما إحنا السوال زي كده بتدي برضو إحساس نوعا ما بالشبع وبتدي برضو زي نضج للأنسجة بتاعتي فبالتالي هو ما بيبقاش عنده الجشع والطمع أنه هو ياخد المزيد من المأسولات بتقفل شوية يعني جزء من الماء ده بتقفله وهو الموضوع برضو ماشي في الجسم عندنا بشكل طبيعي من عند ربنا سبحانه وتعالى إنه هو على حسب نضاجة الجسم الجسم اللي بيطلب أكل غير صحي أو أكتر من سعرات الحرارة المطلوبة للأسف بيبقى فيه خلل في نظام الجسم نفسه فحاجات زي الأعشاب الطبيعية دي أهمهم مش هالأخضر دي من الحاجات الكويسة جدا اللي بتغذي الجسم الصحوة بتاعته إنه هو من نفسه بيرفض وبيبتدي يقل في حاجات معين حتى لو مش بالنسبة كبيرة بالنسبة قليلة برضو بتفيدنا لإنه نظام الغذائي بتاعنا أو التغذية العلاجية بتاعتنا بتبقى حاجة بنسميها إحنا متعددة الأنظمة أو متعددة التداخل أنا بقدر أتدخل بكذا حاجة في نفس الوقت عشان خطر أوصل لأحسن نتيجة إن شاء الله دكتور حاجة قلت كده حاجة إن فيه جسم بيطلب أكل مصصحي بالزبط يعني كل الناس يعني متعلي كل الناس نفسها تعدي على حاجات المحلات كلها الفستفود الحلويات متعلي كل الناس بتبقى حابة زي كده اللي بيعمل ضايت بيقاوم ده لكن ما فيش جسم هو مش حاب بالحاجات دي هو مش بيبقى حابه بس فيه إحنا بنوصل مع ناس معينة في خلال مثلا من 6 شهور لسنة إنه هو فعلا بيبتدي جسمه يبقى رافض وده هو بتبقى الفكرة كلها في إيه بإنه هو بتبقى حاجة أولا سيكولوجيا يعني رافض مش مش تهي الحاجات دي بالزبط لإنه هو في الأول فيه شق كبير جدا سيكولوجي وإنه أنا بمشي عليه بالتدريج إنه هو بيبتدي يبقى مبدئيا ما بيبقى عارف مصلحته بيبقى عارف ضرر ده وفايدة ده فبالتالي الجسم فعلا بيرفضه وفي نفس الوقت برضو أما بيبتدي العادات الصحية تبقى هي الغالب علي في حياتي بيبتدي الجسم يرفض من دي بقى طبيعة بسمانية دي حاجة من العقل بقى هو قال لي نفسه أو كده عرف نفسه كده إن الحاجات دي من الصحية فببقاش أصلا يطلبه بالزبط وفيه برضو بعض الناس برضو دي بنلاحظها كتير جدا إنه هو بدل مثلا ما بياخد طبق صغير مثلا أو طبق متوسط مثلا بيبقى عايز طبق كبير واثنين وثلاثة مع الوقت ممكن بيبقى اثنين مع الوقت بيبقى واحد بتبتدي الأنسجة نفسها بالزبط ترفض لإن احنا كل الجسم ده شغال بهرمونات معينة وإنزيمات معينة هي اللي بتحرك الجسم كله إحساس الشبع إحساس الجوع فلما الجسم بتوصله حاجات معينة صحية بيبتدي إنه هو يقل من الحاجات الغير صحية وبيبقى فعلا الموضوع سالس جدا بعد فترة معينة من الخطوات الصحية إن شاء الله نحن نتكلم على النزول السريع أكيد بيجي لحضرتك حد بيقولك أنا عايز أخصة أو عايز ضايت بس ما عندوش كده طولة بال فيعني دلوقتي إحنا ممكن ده نعمله إزاي؟ ممكن أنا أمشي على نظام كيميكل أو فاكهة بس أو لحوم بس أو كلام نقوله وإن أنا يعني أخصت نزول سريع اللي كنا من التكلم معي دلوقتي هنعرف الإجابة من حضرتك بس معنا مداخلا مدام لميا تفضلي ألو ألو مدام لميا ألو أيوة تفضلي سمعيك إزايك يا حبيبتي عاملة إيه؟ الحمد لله بخير تفضلي لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟ الدكتور معيك يا أهلا وسهلا شكرا تفضلي الدكتور سمعيك أيوة دكتور صباح الخير صباح الفل يا فنديمي زي حضرتك؟ والله يا دكتور حضرتك بتتكلم في موضوع شايد جدا والله بالنسبة للتخصيص والرياق ده والحاجات دي فطبعا أنا ستة كبيرة ما أقدرش أن أنا أعمل رياضة ولا أمشي كتير عشان رجلية تعبانة تمام أنا باكل قليل جدا ومع ذلك يا دكتور ما فيش أي نتيجة يعني بالنسبة للخصية تمام تمام فأنا مش عارفة أعمل إيه لأن لازم أخص الدكتور طالب مني أن أنا لازم أخص عشان التعب اللي عندي رجلية وضهري والحاجات دي تمام حضرتك بتنصحني أن أنا أعمل إيه؟ تمام طب إحنا تقريبا عايزين ننزل قد إيه وزني تقريبا على الأقل 20 كيلو خلطة و20 تمام تمام طيب ممكن نعرف الطول والوزن كم تقريبا لكن أنا يا دكتور بتحرك كتير في البيت يعني بطبيعتي تمام مش كسلانة لأ عند الطول حوالي 155 وعندي الوزن حوالي 95-96 تمام تمام بس السمنة كلها مش في جسمي السمنة ببطني تمام بطني دي طبعا هو تقل تمام أنا مش عارفة بطني دي أنا زلها إزاي يا دكتور لو سمعك لا إن شاء الله ننصح حضرتك دلوقت إن شاء الله ويبقى فيه فايدة بإذن الله وهو تمام إن إحنا بتدينا نوعا ما في إن إحنا نبتدي ناخد بالنا من الأكل بتاعنا وإن شاء الله ننصح حضرتك بكام نقطة تاني هيزوده الحرق مع حضرتك شوية إن شاء الله إن شاء الله يا مدام لمية شكرا على اتصالك إسمعي الدكتور مشكلة كتير كل الدكاترة دلوقتي يعني في أي تخصص بصراحة موضوع السمنة زي ما قلنا هو مفتاح الأمراض كتير تمام تمام فمشكلة بقى مدام لمية دلوقتي هو طبعا إحنا المشكلة مع إن شاء الله هي ما فيش مشكلة ولا حاجة بإذن الله إن شاء الله وربنا يديها الصحة بإذن الله بس هي دي طبعا إحنا بنواجهها مع السنة ما بيكبر شوية لذلك برضو إحنا بنوعد ننصح الناس إن يا جماعة ما يبصوا اشتحت رجله بالزبط إن إحنا حتى لو أنا نزلت على مدار سنة أو سنتين فهو أفضل بكتير جدا من أن أنا سايب نفسي في الضائرة المغلقة بتاعت إن أنا ما أخدش بالي من صحيتي السنة ما بيكبر شوية للأسف الشديد الحرق بيقل سنة بيبقى برضو فيه صعوبة شوية بممارسة الرياضة زي ما ما فيش مشكلة إن إحنا نبتدي به وعلى مدار الوقت بيبقى في نتيجة كويسة جدا إحنا طبعا في السنة دوا بيبقى أهم حاجة النظام الغذائي لازم يبقى فيه بالانس يعني إحنا ما بنقدرش في السنة الكبير ده إن إحنا نحن من جسم من أي عنصر من العناصر الغذائي لأنه أريدي بيبقى جسمه فيه احتياج وكمان بيبقى العادات الصحية بتاعتنا والأكل بتاعنا مع السنة ما بيكبر ما بيبقاش كامل قوي للدرجة وفي نفس الوقت الأنسجة ما بتبقاش متحملة إن أنا أعمل عليها أي حملة زيادة لازم في الأول النظام الغذائي هي بتقول إن هي واخدة بالها من الأكل أنا أنصحها أول حاجة في النظام الغذائي إن إحنا زي ما قلنا يئم على الأل واجبتين أساسيتين في اليوم لثلاثة وسناك لاثنين وهنا بقى نقول برضو ممكن إذا أخدناها في نقطة من فصلة أنواع الأكل إيه ممكن أنواع السناك إيه نحن ناخد في الأكل كده أجزامبل كده لليوم الصحي يبقى ماشي إزاي تمام دي أول نقطة علشان خاطر أعمل بالانس ما بين إن فيه سعرات دخلة عندي السعرات دي ما هيش كتيرة وفي نفس الوقت تساعد وتشجع أكتر على موضوع الحر أنا أفقد أي وأفقد وزنة تمام دي النقطة الأولى النقطة الثانية إن إحنا ممكن في بعض الأدوية نستخدمها إذا كان فيه طبيب مختص قريب منها أو تشرفنا في أي وقت ما فيش مشكلة إن إحنا نحاول ننصحها على أدوية معينة من اللي هي بقى معتمدة عالميا علشان خاطر ما نسببش أي حمل زيادة على الجسم في السن ده الحاجة الثالثة أنواع الرياضة اللي ممكن تمارسها في البيت اللي هي تماريل الاستطالة تماريل الاستطالة دي مهمة جدا 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 لأن هي بشكل أو بآخر بتبتدي تتحسن اللياقة نفسها بتاعة العضلة وأنا عندي العضلات هي رقم واحد في الحر يعني أنا ما بمارس أي رياضة بيبقى كل فكرتي إن أنا إزاي أحسن قوة العضلة بتاعتي بشكل أو بآخر علشان خاطر علشان كده إحنا قلنا الانتنسيتي إن أنا ما ينفعش إن أنا أكتفي بأقل مجهود لها لازم أزود المجهود على العضلة شوي فإحنا في السن ده لازم على أقل يكون مرتين في اليوم تمارين استطالة للجسم كله وبرضو في خلال شهر الاثنين لو بدأت هي هتلقى بقى أن الأمور بدأت تفك معها شوية بدأت لياقتها تبقى أحسن شوية اللي كانت بتعمله في خمس دقايق دلوقتي ممكن تعمله عشر دقايق وربع ساعة كانت بتعمله مرة أو اثنين فنبتدي نزود بالتدريج لأنه ما فيش أي دراسات أبدا أثبتت إنه أنا في سن معين أو حتى في مرض معين زي أمراض القلبة أو أمراض الكبدة أمراض الكلا هي بتتكلم أمراض مفاصل ما بالزبط حتى أمراض المفاصل أنا بقى بعد عن الحاجات اللي بيبقى فيها حركة مفاصل قوية شوية لكن أنا بالتدريج لو قدرت أقوي العضلات بتاعتي بالتدريج عن طريق تمارين الاستطالة دي رقم واحد في السن اللي زي كده لحد أما توصل اليقى البدنية بتاعتني هي تقولي لا ده أنا الحمد لله ما كنتش بقدر أتحرك كويس قوي دلوقتي أنا بقيت بتحرك أحسن من الأول بكتير فأم أنا داخل على الخطوة اللي وراها أقول لها طب ماشي ما فيش مشكلة ممكن نجيب جهاز من الأجهزة اللي بتبقى موجودة دلوقتي برضو ما بيبقاش فيها حركة مفاصل جامدة بتبقى فيها حركة بسيطة خالص زي الأجهزة اللي هي شبيهة بالعجلة بس ما بتبقاش حركة المفاصل فيها قوية قوي دي ممكن أن أنا أستخدمها برضو ما بين خمس دقيقة لعشر دقيقة في الفترات الأولى وبزود بالتدريج هتلقى الأمور بتاعتها كويسة جدا نحن بنلاقي ناس عندهم 80 سنة ومشاء الله بينزل ممكن يجري فهو ديئة بالزبط فدي هي ما جبهاش على طول ولا مرة واحدة بجيبها بالتدريج طيب احنا هنا أنا أتطرق بقى السؤال اللي كان قابل للاتصال اللي هو النزول السريعة هي الدكتور قال لها لازم تخصي أنا ممكن تيجي الحركة وتعمل لها النظام سريع ولا النظام السريع ده مرحب لا هيبقى صعب خالص صراح هو مبدئيا كده مشكلة النظام السريع احنا عندنا المخ بتاعنا للأسف الشديد هو المخ بتاعنا هو بيعتمد على الحسابات هو حسابي فقط لغير ما بيفهمش ممكن أنا كبنى آدم أن أنا أفهم أن أقول أنا رايح أعمل حمية غزائية لكن المخ ما بيفهمش قصة الحمية الغزائية هو بيحسب أنا كنت بدخله ألفين سعر حراري الوقت بقيت بدخله ألف ونص سعر حراري في المقام الأول هو بيبقى مبسوط وبيبتدي ننزل بعض السعرات الحرارية دي بتبتدي تنزل لبعض الكيلوات في الوزن بتاعي بعد كده بيبتدي يبقى فيه مقاومة لأنه هو بيحس أنه ده حرمان لأن أنا أخدته بشكل سريع وبشكل حاد لازم الموضوع يمشي بالتدريج الألف ونص يبقى ألف وثلتمية يبقى ألف ومتين وفعلاً الموضوع بيمشي بالشكل ده الحاجة الثانية أنه غير أن المخ بيعتمد على الحسابات أنه بيبتدي غير أنه بيعنده مقاومة للنزول أكتر من كده أنه بيبتدي بقى أنه بيقول إيه أنا عندي الدهون أنا كل اللي بلعب عليه هو الدهون أنا عايز أنزل الدهون فيبتدي يقول لا أنا الدهون دي هخليها لأنه بيعتبر أن الجسم ده في حرمان وأنه هو في كارسة فإذا هيوقف الدهون لأنه ده مصدر الطاقة الوحيد والأول وأكبر حاجة في الجسم عشان كده ناس بتقول أنا ثبتة بالضبط ويبتدي يشتغل على العضلات والمية فهو للأسف الشديد يبتدي بقى يبني أنه وشه لأ بقى شاحب جدا يبتدي فعلا شعره يقل يبتدي كذا كذا لأنه بيبتدي يأثر على حاجات حيوية في الجسم ومهمة جدا وسايب الدهون للأخ فيبتدي يبقى وزنه ثابت أو أنه ينزل حبة بس يقول طبقة الدهون زي ما هي طبقة الدهون بتيجي بالشكل ده لأنه دايما عمر ما بيبقى الحرق بنسبة 100% للدهون لا هو بيبقى للأسف الشديد بنسبة 20-30% في الدهون لذلك بجيبه أنا بالتدريج فنصحتي أنه هو النزول السريع ده للأسف الشديد هو المخ نفسه بيرفضه الحاجة الثالثة في النزول السريع أنه أثبتت كل الدراسات أنه أنا ما بنزل أكتر من المعدل الطبيعي لي في الشهر برجحهم أكتر من الأول المعدل الطبيعي بتاعي تقريبا بيبقى حوالي من 3-4 كيلو في الشهر على النظام المتوسط لو فيه ناس أقل حبة فيه ناس أكتر حبة ما فيه مشكلة ده اختلاف تقبل أجسام مش أكتر ونسبة حرق من شخص الآخر لكن المتوسط بتاعي 3-4 كيلو في الشهر لو أنا الترجل بتاعي للأسف أكتر من كده وفرحت شهر الشهر اللي وراه هقف الشهر اللي بعده هزهق الشهر اللي بعده هرجعهم وكل الناس أثبتت كده حتى الأسف الشديد بعد التدخل بالحاجات الجديدة اللي عندنا في التغذية دلوقتي زي مثلا تركيب البالون أو عمل جراحات التكميم وحاجات زي كده برضو بيرجعوها بعد فترة لأنه كأنه تقريبا بقى حرمانه ونزول سريع جدا فالمخ بأي شكل من الأشكل فأقرب فرصة بيقدر أنه هو يكسر الحلقة دي ويرجعني زي الأول وأكتر كبير يعني نسمع النزول السريع ده اللي بينزل بصورة بيرجع وبيرجع أزيد أزيد فعلا بيرجع نفس الكلوين وأثبتت الدرسات كلها كده ومن النقطة دي برضو أنا أحب أقول للناس كلها ما نبصش تحت رجلينا نبص الأدام حتى لو على مدار سنة وفي خلال سنة بنجيب لو إحنا قلنا متوسط 3 كيلو في السنة ده أنا هقل في السنة تقليبا حوالي 30 كيلو ده أقل حاجة ودي حاجة عظيمة جدا 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 بس أمشي الخطوات واحدة واحدة وابقى مع طبير مخصص دكتور عندها أحباطي أنا تقولك أنا فيه ناس بتشم راحة الأكل بتزيز بالزبط وفيه ناس قاعدة جنبي عمالة تاكل طبق واثنين وتلاقي جسمها رفاية وممشوب وحي ده بيبقى برضو نتيجة إعامل وراسي ولا الغدة الدراقية يعني فيه كذا حاجة والحالة النفسية بتفرق ولا لا والحاجات دي عايزين نعرفها من هذا هو في الأول الشق الأولاني اللي هو الشق المرضي ربنا يشفي الناس كلها ما يكتبش على أي حد أي حاجة وحشة إنه ممكن برضو عندي موضوع لو حصل عندي عدم توازن في الهرمونات بتاعتي وفي الإنزيمات ومنها أمام الغدة بس ده بيبقى واضح يعني ده بي إحنا بنقدر نكتشفه على طول بالميزان بتاعنا وبنقدر برضو نكتشفه من التاريخ المرضي ومن الأعراض بعض الأعراض الخاصة بالغدة الحاجة التانية إنه هو ده بتبقى فيه عوامل ورصية إنه هو أنا الحرق بتاعي ضعيف جدا فبالتالي أنا فيه جسم معين أنا ممكن أديله عشرة سعر حراري يحتفظ بهم كله معنى العشرة سعر حراري دولة ممكن ما يجوش مثلا مع علاقة مثلا من أي أكلة يحتفظ بهم كلهم واحد تاني مجرد ممكن أديله مئة سعر حراري بس يحرقهم كله أو إيه الفرق بقى بتبقى الهرمونات إحنا عندنا كذا هرمون في الجسم هما اللي بيقدروا يحركوا القصة دي والأسف الشديد هما بيبقاش فيهم تدخل كبير جدا ده بيبقى فيسيولوجي بتاع الجسم إنه هو الأسف الشديد يعني دي حاجة من عند ربنا من عند ربنا نظامه كده الطبيب ما بيديش حاجة ترفع مثلا الحرق هنا أو ممكن بعض الأدوية لكن برضو زي ما قلنا بيوصل للمرحلة دي بالضبط ما بقدرش ألعب في الهرمونات نفسها إن الأسف الشديد اللعب في الهرمونات ده بيأثر على حاجات كتيرة جدا في الفسيولوجي بتاعة الجسم بس أنا بتغلب عليها بأن إحنا بنبتديها زي ما قلنا خطوة خطوة بحيث إن أنا برضو بعود الجسم بالتدريج إنه هو لا بيكتفي بالقدر ده ومعين من السعرات إنه هو دلوقتي أصبح جسمه بيبقى شكله مختلف عن الأول فبالتالي من سواء كانت الكتلة العضلية أو الكتلة الدهنية أنا بزيد بحاجة وبقل بالتانية إنه هو مع الوقت بيبتدي الهرمونات نفسها تتعدل ما بينفعش غير كده إنه هو لازم فعلا بنعدل العادات الصحية بتاعتنا بالتدريج الأدوية بتتدخل بشكل بسيط لكن في الأول وفي الآخر ما بقدرش إن أنا أحرم الجسم من السكة الطبيعية اللي هو ماشي في الأول في الآخر قلنا التخزية هي 80% يعني هي العامل الأساسي بالزبط طب دكتور نظام يعني لمعليش أجزامبل كده حد يوم صحي يبقى شكله عامل إزاي إحنا قلنا برضو زي ما بنقول كده موضوع الهرمونات ده هي بتزيد وبتقل على مدار اليوم لازم يكون يومي منظم جدا الصحيان لازم يكون الصحيان بدري ودي نقطة يعني في ناس كتيرة جدا للأسف الشديد بتشتكي منها برضو لا لازم أصحى بدري جدا لأن الهرمونات بتبقى أعلى ما يكون في الفترة الصباحية وننصحهم إنه لازم يكون في وجبة فطار ناس كتيرة جدا تقول لا أنا ما بفطرش لا لازم يكون في وجبة فطار وجبة فطار تكون معتدلة وفيها كل العناصر الغذائية عشان خطر الجسم بناء عليه بيبتدي يحرق يبتدي إنه هو يبقى في أعلى درجة من درجات النشاط بتاعه بقدر بوجبة الفطار دي إن أنا أعدي ساعات طويلة جدا الحرق عندي شغال حاسس بالشبع وحاسس إن الجسم أخد كفايته في نفس الوقت لأن الجسم لو ما أخدش كفايته هو بيطلب سناكس بقى ودي هي دي المشكلة خلي بقى دماغه تروح على نفسي في حاجة حلوة نفسي في حاجة حلوة بالضبط هي دي السناكس وهنقول برضو دلوقتي الفرق ما بين الوجبة والسناك إيه طيب الفطار مثلا هي بعبرها عن إيه الفطار إحنا عندنا ثلاث مكونات بتوع الرئيسيين إن إحنا عندنا أول حاجة النشويات بتاعتنا دي بتبقى ممثلة في العيش بتاعنا العيش بتاعنا إحنا بنقول إنه هو أغلب أنواع المخبوزات كلها بتبقى سعراتها الحرارية قريبة من بعضها بس في حاجات صحية عن التاني مبدئيا الحاجات مثلا زي العيش الفينو أو حاجات زي كده دي بتبقى فيها نسبة معجنات عالية قوي ونسبة سعرات عالية قوي وبننصح الناس إن هي على قد ما نقدر بنبعد عنها تمام إحنا عندنا برضو ممكن العيش الأصمر العيش الأصمر دي من الحاجات الكويسة جدا أولا مش بيعالي نسبة السكر في نفس الوقت برضو هو مشبع ونسبة الهضم بتاعته بتاخد فترة شوية بتاخد وقت بالضبط فبالتالي بيحسسني بالشبع وفي نفس الوقت مش بيعالي نسبة السكر بشكل كبير فبننصح به للي بيتبع حمية غذائية أو اللي بيشتيكي من نسبة السكر عندهم بتبقى عالية شوية الحاجة التانية إن هو ممكن العيش اللي هو بيبقى بالحبة الكاملة ده هو عيش بيبقى صحي جدا حتى لو مش لونه أصمر لونه بيبقى أبيض عادي ما فيش مشكلة منه خالص في نفس الوقت برضو إحنا القصة بقى التانية اللي إحنا الحشوة بتاعنا إيه بتاع العيش أو اللي هنخضر بالضبط في عندنا حاجات كتيرة جدا صحية وكويسة جدا وموجودة في السوق وأقدر أجيبها من أي مكان حتى لو أنا برا البيت يعني عندنا برضو حاجة زي البيض دي من الحاجات الكويسة جدا جدا في ناس برضو بتقول لي لأسف جديد أنا عمري ما أكلت بيض لا هو إحنا دلوقت بنقول إحنا حتى بطلنا في العيادات بتاعتنا إن إحنا نكتب الدباجة اللي هي بالكمبيوتر الورقة المحفوظة لا إحنا دي بتبقى زي رشدة بالضبط لأن أنا في حاجات مثلا زي بقول لهم ما بيبقى مريض لقدر له ضغط أو مريض سكر وبنكتب له علاج ما بيقوليش العلاج ده حلو والعلاج ده وحس صح بيبقى للأسف شديد مضطرين إحنا نتابع عشان خطر نتغلب على المرض اللي موجود عندنا فحاجة زي الحاجات التغذية دلوقت بقت زيها زي رشدة بالضبط إن أنا بكتب حاجات معينة هو يتزوقها ويأكلها عشان ما يرفضهاش بس بشكل أو بآخر بننصح الناس إن الحاجات دي لأ حاجات كويسة وصحية وهيقدر إنه وطعمها مقبول جدا فبالتالي لازم يجع نفسه حب عشان يستفيد منها يعني ده برضو مرض وإحنا عايزين نتخلص منه بالضبط بالضبط هيستفيد جدا البيض ما فيش منه أي مشكلة ممكن عندنا الفول ممكن عندنا البطاطس المهروسة من الحاجات الممتازة جدا ممكن عندنا الأجبان بمختلف أنواحها أجبان بيبقى فيها زيوت شوية ودسامة شوية ممكن برضو أجبان معينة بيبقى فيها زيوت برضو معروفة عندنا ممكن نبعد عنها شوية الحاجات اللي إحنا قلناها دي كلها حاجات كويسة وصحية وأقدر إنه أنا أستخدمها معايا في الفطار هاخد مثلا مقدار مثلا سندويتش أو اتنين بشكل أقصى نصر غيف مثلا ممكن نصر غيف برضو على فكرة بنقول عيش البلدي الحكومي بتاعنا عيش ممتاز جدا 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 وعلى فكرة معمول بمواصفات صحية وعالمية إحنا ما بنقى أي حاجة حكومية ما بتتعملش غير بمواصفات معينة طبية فيه ناس بتقولي لا العيش البلدي إحنا بطلناه من زمان وبتاع لا هو صحي سوى حي طلع أصح حي بالضبط هو صحي ومعمول بمعايير معينة لو إنه هو مثلا بيشتكي من المخبز اللي جنبه في حاجة أو بتاعها شوف واحد تاني بالضبط شوف واحد تاني هما ناس دلوقتي بقوم كلهم كين جدا إن هما يقدموا خدمة كويسة إحنا أوقات كترة جدا بنروح لهم بننصحهم بإن فيه بعض التعدلات معينة لكن هو المعايير بتاعته معايير صحية مليون في المية وأقدر أخذ منه مثلا ممكن من نص رغيف لرغيف لبعض الناس اللي بتبقى الأكتيفتي بتاعته عالي قوي في الفترة بتاعت النهار وأقدر برضو إن أنا أخليها له ممكن مثلا هو هيفطر كويس أو كده ممكن أخليها له وجبتين ما هياش وجبة واحدة إنه بعد كده بيجي آخر اليوم ياخد الوجبة الكاملة التانية بتاعته مثلا وهي تبقى الغدى طيب برضو ما ننساش موضوع الصلطة مهمة جدا 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 الخضروات لازم تبقى موجودة في أي أكل إحنا بنكل بيبقى فيها بدل ما أنا أقول لا أنا أخذ مكملات غذائية من الفيتامينات والمعادن طيب ما الحاجات دي مليانة فيتامينات والمعادن وتقريبا سعرات حرارية تقريبا صفر فإذا إحنا دلوقتي بنحرم نفسنا منها بسبب أن أنا أقول لا أنا ما بحبش الطماطم ما بحبش الخير ما بحبش كزا أنا بأخذ منها فيتامينات وفي نفس الوقت بتحسسني بالشبع بالضبط غير بقى أن هي برضو بترجع علي بأثر تاني أن هي بتحسسني بالشبع ودي حاجة بتبقى كويسة بالنسبة لي ومطلوبة الحاجة الوجبة التانية اللي أنا ممكن أخدها هي وجبة الغدى أنا دايما بنقول أنه ممكن يبقى فيه فاصل تقريبا حوالي 6 ساعات ما بين الوجبة والتانية وجبة الغدى دي بتبقى برضو والأزم بتبقى وجبة رئيسية وهي بتبقى فيها أعلى سعرات حرية أنا بأخدها في اليوم إحنا عندنا الغدى الكلاسيك بتاعنا أنه بيبقى فيه طبق خضار صغير إحنا أول خضار بناخد بالنا مبدئيا كلنا دلوقتي في المطبخ عندنا أن إحنا أي حاجة بيبقى الدسم بتاعها عالي أو نسبة الدهون فيها عالية بنقللها تماما بنحاول نتجه لزيوت الطبيعية والدهون الطبيعية دي أفضل حاجة برضو هي بتتحسب بيبقى صعب حسابها شوية لكن إحنا برضو بنحسب بنقول مثلا سيئة هناخد معلقة كبيرة معلقتين كبار دي بيبقى فيهم مثلا 10 جرام 20 جرام دهون بتتحسب بناءا على سعرات الحرارية بياخدها لأن أنا عندي الجسم بحسب له مثلا ألف ونص سعر حراري تقريبا الألف ونص دولا متقسمين ما بين الكربوهيدريت أو النشويات وما بين الدهون والبروتين فأنا عندي نسبة طبيعية فيه ناس بتقول لي أنا هحرم نفسي تماما من كذا لا أنت عندك نسبة طبيعية لازم تبقى موجودة بس أنا بحسب هالوي لو قلنا كلاسيك كده إن إحنا ممكن ناخد طبق خضار صغير يبقى تحضيره معقول شوية ما بقاش مزود فيه نسبة الدهون الحاجة التانية إن أنا ممكن أخد طبق صغير من النشويات زي مثلا ممكن يكون الرز إحنا عندنا الرز الأصمر دلوقتي موجود صحي جدا ما فيهوش أي مشكلة الرز الأصفر برضو بيقولوا من الحاجات برضو الكويسة جدا للإدراسات العلمية أثبتت كده والرز الأبيض ما فيش منه مشكلة بس باخد بالي من الكيميات إنه يبقى طبق صغير وبعد كده بدخل على الشقة بتاع البروتين سواء كنة اللحوم أو الفراخ طبعا بابعد تماما عن المقليات إنه هو يبقى يا مشوي يا مسلوق بالضبط مشوي مسلوق على جريل ما فيش مشكلة خالص المهم إن أنا بقلل فيه نسبة الزيوت ما هي قصة المقلي برضو هي قصة زيوت وقصة دهون زيادة والأسف الشديد الحاجات زيوت المهضرات دي بتبقى نسبة الدهون فيها بتبقى عالية قوي وهي دي اللي زي ما ذكرت حضرتك في بداية الحلقة بتعالي قوي نسبة الدهون السلسية في الدم برضو الشق بتاع السلطة أو الخضروات لازم يبقى موجود تماما لازم لازم وأنا بنصح ناس كترة جدا إنه هو لو مش بيتقبل طعمه قوي وما تعودش عليه قوي في حياته إنه هو يدمجه مع حاجة يعني يحطه مع الرز يحطه مع اللحوم يحطه مع القضروات يغير في طعمها بالزبط ممكن بنحط عليه دلوقتي بعض المحسنات زي دلوقتي ما ظهرت كتير جدا من أنواع السلطات اللي موجودة في السوق دلوقتي الصحية جدا إنه بيحط عليها بعض المحسنات الطبيعية فبالتالي أنا بستفيد جدا من الطبق بتاع السلطة بعد كده عندي بقى وجبة العشاء ممكن تبقى وجبة خفيفة خالص زي تقريبا بنقول نص مقدار وجبة الفطار كده يبقى أنا ما حرمتش الجسم تمام من حاجة الناس اللي متعودة إنه هو لا أنا لازم بفتر وبتغدى وبتعشى قد نهو بنفتر وبنتغدى وبتعشى طيب واللي مش بيحب يتعشى برضو ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة خلص إحنا بنكتفي جدا وجبة الفطار ووجبة الغداء وبيبقى فيهم ساعتها بنحاول إن إحنا نزود له شوية فيهم بحيث إنه هو برضو ما نقلش زي ما قلنا بالتدريج بنقل في السعرات الحرارية عشان تبقى متوسطة والحاجة التانية بنقوله بقى عندك سناك مرة المرتين في اليوم السناك دي فرق السناك عن الوجبة السناك دي ما بيبقاش فيها كل المكونات الغذائية من العناصر الأساسية زي ما حكنا من شوية بيبقى فيها عنصر واحد بس ممكن تبقى دهون زي مثلا المكسرات زي مثلا الحاجات اللي طالعة في السوق دلوقتي زي زبدة الفول السوداني وفيه أنواع كتيرة من المكسرات دلوقتي عاملينها زي كريمة كده أو زي زبدة دي دهون طبيعية ما فياش أي مشكلة خالص برضو بنحسبها لهم بالمقدار سعرات معينة وجرامات دهون محسوبة لها في خلال اليوم مفيدة جدا 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 وبرضو بذكر الدهون عشان خطر الناس اللي بتخاف منها الطبيعية دهون الطبيعية في المقدار الطبيعي ده بيحسن جدا من وظائف الجسم لأن كل الهرمونات والإنزيمات بتاعتنا هي في الأول وفي الآخر هي عبارة عن دهون فبالتالي لازم علشان خطر الصحية تبقى كويسة لازم تبقى مقدار الدهون يعني لازم أخذ جزء دهون لازم ما ينفعش أحرم الجسم خالص من الدهون نهائي ما ينفعش خالص وهنتطرق للنقطة برضو في قصة موضوع الأنظمة دهون بس دهون صحية دهون صحية بالضبط احنا هنقول برضو دلوقتي سريعا الأنظمة اللي بتعتمد على أن أنا يا أكتر من الدهون يا أقلل من الدهون ده منافي خالص لكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي أنا كل نشاط الجسم كل الهرمونات سواء كان للمخ أو سواء كان لكل الأجهزة اللي موجودة عندي الحيوية في الجسم يا بتعتمد في الأول وفي الآخر على الدهون الدهون دي أهم حاجة بالنسبة لها فلازم تبقى بالمقدار الطبيعي وتكون من المقدار المزبوط والمحسوب بالأيديا بالنسبة لي وفي نفس الوقت تكون من كلها مصادر طبيعية الحاجة التانية في السناكس مثلا اللي بنقول عليها اللي هي السكريات كل الناس بتشهى السكريات والحلويات وهي فعلا هي مصدر بقى الطاقة الأول يعني زي ما قلنا الدهون هي مصدر الحركة بتاعت الجسم كله داخليا الطاقة عشان خاطر تنتج بتعتمد على الكربوهيدريت فاحنا بنقول ان هو بدل ما يمدي إيده مثلا على حاجة من الحاجات اللي فيها سعرات حرية كتير جدا وفيها السكر اللي احنا بنقول السكر الأحادي بالزبط السكر الأحادي ده مشكلته الشديدة جدا ولذلك فيه ناس كتير قوي تقول أنا باكل فيه بعض الناس اللي هو زي ما حكي قلت بياكل حلويات كتير بس ما يبانش عليه ده بتبقى نسبة للأسف الشديد هو كل اللعبة عنده بتبقى في نسبة الإنسولين نسبة الإنسولين بتنزل مرة واحدة وبشكل حاد جدا فيه ناس بتنزل بشكل تدريجي وبشكل بسيط لما بتنزل بشكل حاد هي بتحرق كل تقريبا أو نسبة عالية قوي من السكريات اللي بتدخل طبعا ده بعد وقت بيرهق الجسم تماما وبيبتدي الإنسولين نسبته المخزون بتاعه والبنكرياس يبتدي نشاطه يقل نتيجة للسكريات العالي ودي برضو نقطة مهمة معلش أنا الكلام بيجيب بعضه لا لا حلوة كده وده كده ممكن لقدر الله ممكن يجي السكر يجي له السكر بالزبط حتى ولو وزنه مثال يعني أنا دايما بقول لهم يا جماعة احنا مش شرط يكون وزننا أقل من الطبيعي مش شرط يكون وزننا أعلى من الطبيعي أمراض القلب الكوليسترول بتاعت الدم وتصلب الشرايين كل الحاجات دي بتنتج من العادات الصحية الخاطئة حتى لو جسم مثالي ما احنا كتير جدا مشوف ناس عندهم دون سلاسية عالية وعندهم السكر برغم من جسمه مثالي فعلى الميزان جسمه مثالي فده طبعا للأسف شديد جدا برضو أنا بقول ده من أخطر الأنواع لأنه ما بقاش عنده ألارم أو حاجة تنويه الله ده أنا جسمي مش مزبوط فبالتالي أخد بالي لا ده احنا بنكتشفه بالصدفة البحث شوية تعب شوية فحوصات طبية بالصدفة نفاجأ أنه عنده كل المشاكل دي فبالتالي هو بيبقى طبيعة جسمه كده فبالتالي هو ما بيتأثرش قوي بمعدل السكريات العالية فيه واحد تاني لا الإنسولين بتاعه بينزل بمعدل بطيء شوية فبالتالي ما بياخد أي منتجات حلويات أو فيها سعرات حرارية عالية وأكتر منها السكريات فبالتالي ما بيحرقهاش كاملا فبتتخزن عنده كلها في الجسم وده اللي بيقول أنا بشم ريحة الحاجة بدخن والتاني يقول لا أنا مهما أكلت ما بيبنش علي برضو ناخد بالنا العادات الصحية دي يا جماعة مش شكل بس الشكل ده حاجة مهمة لكن الأهم منه الصحة إن تبقى اليقطي كويسة الفتنس بتاعي كويس وتحليلي وفحوصات الطبية كلها تمام كنا بنحكي في قصة السناكس السكريات فيه دلوقتي عندنا حاجات كتيرة جدا هي تعتبر نشويات وتعتبر سكريات زي مثلا الشوفان ده حاجة من الحاجات الكويسة جدا وبقى فيه منه منتجات كتيرة جدا في السوق كلها معتمدة وكلها صحية ما فيهش منها أي مشكلة أقدر إن أنا أخد منها معيار لاتنين مثلا في اليوم بنقول زي كوب صغير ما فيهش منه مشكلة كوب صغير كده اللي هو قد كوبات الشاي الصغيرة دي دي ما فيهش منها مشكلة خالص سواء إن أنا حطتها على حاجة زي مثلا الزبادي أو اللبن برضو الحاجات منتجات الألبان دي منتجات مهمة جدا بيبقى فيها نسبة كالسيوم عالية قوي قوي بيبقى محتاجها لجسم بدل ما جاء أقول إحنا أغلب الشعب المصري وأغلب البيوليشن كلهم عندهم نقص في الكالسيوم ونقص في فيتامين دال الحاجات دي بتعوضها كويس جدا عندنا برضو دلوقتي الشوفان باردية برضو من الحاجات الكويسة بيبقى طعم محل قوي وكلها حاجات طبيعية ممكن ياخدوا بدائل صحية أي موجودة حاجات كتير كل المنتجات دلوقتي بقى لها بدائل صحية بالضبط يعني دي أنا بقولهم إحنا من سنتين ما كانتش الحاجات دي موجودة في السوق خالص الوقت بقت موجودة دي أنا بقدر بقى أن أنا إيه أسحب له بالتدريج الحاجات السكريات العالية اللي هو بياخدها من برا بالمنتجات دية يعني برضو في نفس الوقت إحنا عندنا كتير جدا من أنواع برضو زي البسكوت أو حاجات زي كده برضو بتبقى شركات نظيفة وشركات صحية أهم حاجة بيبقى عندي سعر الحراري اللي مكتوب عليها كام نسبة الكربوهيدريت اللي موجودة فيها كام فبالتالي أنا ممكن أقدر أستخدمها كسناك بناء على المتاح واللي موجود جنبي في السوق دكتور إحنا للأسف حلقتنا انتهت وانتنا وورتنا والمعلومات ما شاء الله كتير جدا أنا متشكر جدا ومتأسف على الإطالة يعني لا خالص بالعكس والله معلومات مفيدة جدا وأكيد السادة والمشاهدين يستفادوا منها أولينا لقاءة تانية نكمل لأن لسه فيه مواضيع كتير عايزين نقترب فيها نورتين يا دكتور أعزائي المشاهدين أتمنى أن يكونوا استفادتم من كل المعلومات دي وأتمنى أن يكون المعلومات دي أتخلصكم من السمنة أن هي بوابة لأمراض كلها ربنا يحفظكم ويعفيكم يا رب وإلى اللقاء في حلقة جديدة